السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهار ده احنا مع حضراتكم فيه مزار كليوباترا فيه مرصة مطروح او حمامات كليوباترا والباركينج هناك ب20 جنيه وتسكرة الدخول ب10 جنيه للفرد كده دخلنا مع حضراتكم وده شكلة مثال كليوباترا كده احنا في الداخل خلاص ويجي تعليمات المكان ممنوع السباحة وتسلق الصخور واتمنى ان الناس تلتزم يا جماعة بالتعليمات لان الشاطئ ده بتحصل فيه يعني حوادث كتير للناس اللي ما بتلتزمش بالتعليمات ويزيارتنا لحمامات كليوباترا كده بعد التعديل بعد تطويرها يعني كانت الاول زمان مفيش جسر بيوصل لحمامات كليوباترا من الداخل فالناس كانت بتضطر تتسلق الصخور وده كان بيؤدي لحوادث كتير انما المراضي احنا رايحين بعد ما الجسر اتعمل وبقى فيه ممر يدخلنا على حمامات كليوباترا من الداخل وفعلا مصورها لحضراتكم من الداخل فعشان كده بتمنى انكم تتابعوا معي الفيديو لنهايته وما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة لشان توصل لكم الفيديوز اللي جاية وعشان الفيديو يوصل لكل الناس طول ما احنا ماشيين في الممر او في الكوريدور اللي بيوصل على حمامات كليوباترا بنلاقي ان فيه ناس فرشة بتبيع سيفونيرز نجوم بحر فخار حاجات زي كده وكمان فيه ناس حتى طلاجة ايس كريم وطلاجة مشروبات غزية وبنفضل ماشيين في الممر الرملي ده لحد ما نوصل للممر الكبير الخاص بحمامات كليوباترا نفسها بصوا لون المية يا جماعة وجمالها الشاطئ ده مميز بكسرة الصخور فالتصوير هناك ممتع جدا واللي ورا دول في الخلفية الصخرتين المميزتين لشاطئ حمامات كليوباترا وفيه ناس هنا كانت بتتسلك الجزئية دي من الجبال صخور شكلها مميز جدا ويه بتتصور معيها عايزة بس احذر حضراتكم ان الصخور اللي تحت المية دي كلها بتكون زلقة جدا جدا بعد الشر يعني فيه ناس بيحصل لها كسور لما بتفكر ان هي تحاول تمشي في الصخور الزلقة دي او ان هي تتصور جواها فانا بنصحكم انكم تبقى فوق الجسر وتتصوروا او على صخور رملية زي كده ما فيش مشكلة انما الصخور اللي تحت المية دي زلقة جدا يا جماعة فما نصحكمش ابدا انكم تحاولوا تمشوا في الصخور الزلقة دي او تتصوروا جواها غاز لبانات وفريسكا وكان فيه كمان بتاع بطاطا هوريهولكم في اخر الفيديو واحنا راجعين هنصوره كده احنا دخلنا على الممر الزجاجي اللي هو بيدخل على حمامات كليوباترا ده كده اللي حصل بعد التطوير ده جديد ما كانش موجود زمان الناس بتحط مثلا متعلقاتها او كده وتتمشى تتصور وتدخل جوا حمامات كليوباترا كمان تتصور جوا وتتفرج على عظمة خلق الله سبحانه وتعالى الصخرة اللي الزهرة دلوقتي في الكادر قدام حضراتكم دي الشبابة هي القطة شوية او كأن كائن كده في البحر فسبحانه الخالق المبدع يعني ما زلوا مروان كانوا بيتصوروا هنا والصخرة اللي الزهرة قدام حضراتكم دي هي دي اللي فيها حمامات كليوباترا شايفين لون المية يا جماعة في الخلفية وجماله سبحانه الله على جمال تدرج الالوان مية فيروزية ومية زرقة ومية شفافة مع جمال الصخور تحسوا ان يعني سبحانه الله مع لون زرقان السماء مع لون الصخور والرملة يعني حاجة في منتهى الابديع سبحانه الله انخلق وفور يعني طبعا يا جماعة بما ان الشاطق هنا مش شاطق نزول مية فانا انصحكم ان اليوم اللي تقرروا فيه انكم تروحوا يعني حمامات كليوباترا انكم تنزلوا من الشقة بدري او من الفندق بدري تزوروا المكان ده كده بص يا جماعة حمامات كليوباترا من الداخل بس انا لسه يعني هدخل اكتر بنفسي واصور يعني بتفصيل اكبر من كده فتابعوني انا بس هنا كنت لسه واقفة على السلم من بره وحاولت اصور كده عبر المزاح ما تخف شوية شايفين المية جوه عمق ايه يعني لحد الرجبة تقريبا هوري لحضراتكم تفاصيل المكان كمان شوية بس انا كنت منصح حضراتكم دلوقتي ان يعني ما نزورش حمامات كليوباترا في نص النهار ونضيع اليوم كله لا ننزل بدري شوية ونزورها وبعدين نتوجه لشاطق في نزول مية عشان ما نهدرش يوم من ايام المصيف في التصوير فقط هيبقى متعة اكبر لو خلصنا هنا وبعدين رحنا على شاطق من اللي فيهم نزول مية حمامات كليوباترا ليها سلم اهو شايفين الولد ده بينزل اهو على السلم بننزل بالسلم ده من اخر الممر الزجاجي اللي كنا شايفينه وفي ناس بتحب تتسلق على الصخور اهو فوق الحمام زي ما حضراتكم شايفين وبالنسبة للنقطة دي برضو يا جماعة انا احب احذر ان برضو يا جماعة بلاش نتسلق الصخور لو سمحتوا لان بصوا فيه اماكن بتنزل مية من وسط الصخور زي كده والصخور بتكون زلقة وفي ناس بتتسلق باطفال معيها كمان ممكن بعد الشر موجة عالية جدا تجي من وراء تقلب الناس اصلا من فوق الصخور وعشان كده بيحصل هناك حوادث كتير فبلاش يا جماعة تسلق للصخور اتصوروا من تحت عادي الصورة مش لازم تبقى من العلو ده كله كده انا جوه حمام كليوباترا يا جماعة كده انا بصور لكم الحمام من الداخل اهو انا كده جوه الحمام هو مفتوح للسماء من فوق وفيه هنا فتحة في الجنب اصاد الكاميرا اهي بصوا بتدخل منها المية هي دي المكان اللي بيدخل منه المية علشان يبقى المكان مليان مية بالمنظر ده والصخور اللي في الارض دي مدببة جدا حدا لو حدا هيدخل الحمام يخلي بالو يفضل نكون لابسين شوز من بتاعت البحر شايفين تكم تدفوك المية حاجة في منتهى الابداع سبحان الله والناس هاي اللي فوق احنا شايفين السماء من داخل الحمام وفيه ناس كمان بتبقى متسلقة فالناس دي بعد الشر ممكن لو موجة جت عليها شوية هي دي اللي بقول لكم عليها ممكن يتخبطوا ويحصل حوادث طبعا الوقع فوق السخور بعد الشر بتبقى سيئة للغاية المكان فيه طقتين لدخول المياه هنا طاقة هي بعينها هي اللي قدام حضراتكم بتدخل منها المية بتتدفقها هي وفيه وراء في المكان اللي كنت وقفة فيه بتصور في البداية برضو مكان يعني مش بتدخل منه مية كتير لكن بيبقى فيه إضاءة قوية دخلة منه وكده خلصنا الممر ونزلنا كان فيه جنب الممر أميكن للتصوير اللي حابب يتصور الصورة بتبقى مش الصورة هو المرجحة أو الستشن في مكان معين من الأميكن بتاعتهم دي سواء القلب أو المرجحة أو كده المكان بخمسة جنيه للفرد فبتتصور عدد الصور اللي حضرتك حبه أو حضرتك حبية بس بخمسة جنيه على مرجحة واحدة خدتوا مرجحتين بتدفعوا عشرة جنيه وهكذا يعني القلب ده مثلا أنا متصورة فيه ده ده كده أنا دفع خمسة جنيه لكل الصور اللي هتصورها على القلب مش مشكلة وناس كشير بقى هناك طبعا كانت بتصور ومستمتعة كان فيه شكل مرجحة وهلال والقلب كمان كان فيه كافيتوريا متوضعة زي ما ظاهر في الخلفية وقدام حضراتكم دلوقتي وكان فيه مكان لتأجير اللبس البدوي للسيدات اللي حابين يتصوروا به إزاي البدوي كده احنا في الممر خارجين فيه بيع الدرع المشوي زي ما حضراتكم شايفين كده وبيع البطاطا وبرضو احنا خارجين حابين نصور لحضراتكم الصخور اللي كانت ظهرة فيه المية أثناء ما احنا ماشيين فيه الممر وكده خلصت جولتنا معاكم فيه شاطئ كليوبترا زي ما نصحت حضراتكم أتمنى انكم تروحوا بدري في أول اليوم عشان ما يضيعش عليكم اليوم لأن المية هناك ما بتتنزلش فهنحتاج ان احنا ننزل في شاطئ تاني عشان نقدر نستمتع باستباحة في المية وفي نفس الوقت ما نتغفلش عن زيارته لأنه ما كان جميل جدا وتجربة مثيرة ان احنا ندخل حمام كده وقترة من الداخل خصوصا انه مش مكلف فأتمنى انكم تحاولوا تزوروا وتتصوروا هناك حتى لو مرة واحدة وبعد كده لو حبيتوا تسفروا ما تروح تانيه مش لازم كل مرة تزوروا بس على الاقل مرة واحدة تزوروا وتتصوروا هناك أتمنى يا رب جولتنا هناك تكون عجبتكم وبشكركم وأتمنى انكم تشوفوا الفيديوز اللي ظهروا على الشاشة ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للكونيه وأشوفكم في فيديو جديد مهلا بيب باي باي